في أوقات الأزمات وفي أوقات الانتقال لمرحلة لمرحلة بيكون أهم عنصر في أي أمة هو مفكريها وهو عقلاءها وحكماءها والنهاردة إحنا يمكن مش هنتكلم عن شخصية معصرة ولكن هنتكلم عن شخصية هامة جداً وعظيمة جداً والمقارنة أو يمكن المفارقة في هذه الشخصية بين ظروف اللي اتولد فيها فكرها الفلسفي وقراءها وبين الظروف اللي احنا بنعيشها حالياً ممكن تكون مفاجأة شوية هنعرف أكتر عن هذه الشخصية النهاردة إحنا بنتكلم عن المفكر والفيلسوف والكاتب الكبير الأستاذ عبد الرحمن بدوي والنهاردة إحنا هيكون معانا الأستاذ محسن بدوي وهو الرئيس مركز عبد الرحمن بدوي للإبداع واللي بيعيد وبيحيي ذكرى هذا الكاتب العظيم من خلال مجموعة من الإصدارات ومن خلال الأشياء تانية هنعرفها أكتر من ضفنا صباحاً خير يا فن صباحاً إزاي حضرت غريبة شوية صح المقارنة ومفارقة يعني زي ما قلنا تاني أفكار عبد الرحمن بدوي بتتتكارب وتتشابه جداً مع اللي احنا فيه دلوقتي ولو خدناها دلوقتي طبقناها على اللي احنا نتكلم فيه من دستور ومن تغيير للحياة ومن تغيير للفكر ومن تجديد للدماء في الحركة الثقافية عندنا وفي الحركة الفكرية والسياسية طبعاً بالمقام الأول هنستغرب قوي ولا أنا أرطان صح بس هو أولاً دكتور بدوي ما كانش كده عادي لأنه كان شخصية مستقبلية جداً فمن كتر تعمقه وقراءته الحقيقية للكون استطاع أن يقرأ المستقبل هو مش ما كانش جيله كله كده بس هو على وجه التخصيص كان حينما يكتب أشياء وده يعني من ضمن الأشياء مثلاً المقالة اللي كتابها سنة 63 حضارات متبينة في الماضي وحضارة واحدة في المستقبل دي تكلم عن العولامة قبل العولامة بتاعتين سنة صراح الحضارة إنما كتاباته السياسية ودي أحد الأشياء اللي مهمة قوي إنه التاريخ لا يكرر نفسه أبداً لكن التاريخ يصنعه بشر والبشر أفعالهم عند التعرض لموقف محدد بتتصرف بشكل إنساني محدد فمن هنا يمكن إن إحنا لو عندنا قدرة على القراءة العميقة للناس نستطيع وهذا ما كان يفعله أنا بس عايز الشباب يمكن يعرفوا ويتعرفوا أكتر على الدكتور عبد الحمان بدبي خصوصاً إن أنا بعمل ريسورتش عليه لقيت إن في الاندبندنت كان فيه مقالة عن المواقف السياسية والثورية وخصوصاً وتحديداً تنبؤه بأحداث 11 سبتمبر 11 سبتمبر لك آه هقولك ليه هو كانوا بيكلموا على فكرة بالزبط صراع الحضارات وكلاموا عن صراع الحضارات وإن هو استقى وتوقع إنه هيكون فيه صراع الحضارات ده ممكن يؤدي إلى تراجديز أو لتراجديا زي ما بيقوله وقد كان تراجدي هي كانت 11 سبتمبر آه يعني ما تراجدها بأحداثر سبتمبر يعني ده حد اللي أراها حد اللي أراها كده هو عبد الحمان بدبي ما هوش ما هوش كاتب سياسي بس هو هو أساساً فيلسوف له يعني مذهبه الفلسافي هو الوجودية والوجودية طبعاً عكس ما هو منشور عنها للأسف هنا بجهل شديد جداً إنه وجودية يعني كفر أنت عارف أي حاجة تشغل مخج بقيت كفر بقيت كفر فهي الوجودية هي ودي كلمة قالها الإمام علي بن أبي طالب قال الإنسان هو ما يصنعه ودي الوجودية في تحددها وببساطة هذه هي الوجودية الوجودية أن تكون موجوداً بالفعل أنت تفعل وجودك وأنت تصنع وجودك فغير كده دراساته الإسلامية ستجدها كأحد المراجع الهامة على إلا كتاب أو اتنين في أي بحث إسلامي هام عنده حجم ضخم جداً من الدراسات الإسلامية اشتغل في الترجمة والترجمة مش بس إنه نقلك قمم الفكر الغربي بل بالإضافة إلى هذا ترجم سيرة ابن إسحاق إلى الفرنسية وكان هدفه أن هناك الكثير من المستشرقين اللي بينعبوا السياسة اللي بينقلوا الفكر الإسلامي إلى الغرب بطريقة غلط فأنت كشخص فرنسي أو شخص أمريكي ما عندكش مصدر أنت بتستقي من هذا المستشرق وهذا اتهام للمستشرقين المش كويسين إنما فيه مستشرقين علماء أو عظماء أفادوا العلم كثير يعني أنا لا أتهم الاستشرق في ذاته فهؤلاء عشان يوقف ده بدأ مشروع أنه نقل أمهات الكتب الذين ينقلون عنها بسوء نية بابتصار إلى الغرب لكي يستطيع أن يجد المصدر بنفسه حريطك بصفتك في مركز عبد الرحمن فاهمي للإبداع برضو للإبداع حريطك كنت بعمل هامي جدا الحقيقي وهو كتاب اللي احنا يمكننا نرك عليه الضوء النهاردة بشكل موسع هو تجميع المقالات السياسية الهامة من سنة 38 لسنة 67 وهي أعتقد مقالات لها أهمية كبيرة قوي أكلمنا أكثر عن هذا الكتاب أولا كنت عايزة أقوله أنه كاتب معاصر وليس مش معاصر لأنه توفى 2002 فهو معاصر هو ساب مصر سنة 67 لظروف شخصية فكتاباته السياسية وكان ناشط جدا وكان عضو في حزب مصر الفتاة ثم الحزب الوطني الوطني القديم طبعا مش الوطني بتاعنا واشترك في صياغ الدستور 54 الذي ألقاه النظام الأسبق في القمامة وعمله دستور تاني فهو ناشط في الحياة جدا وكان ناشط في السياسة فكان من ضمن اللي عمله اللي هي المقالات مقالات السياسية ده جزء من المشروع متكامل عن جمع مقالاته أول كتاب صدر فيها كان المقالات السياسية ده أنا رصدت 107 مقال في واحد ما لقيتوش وأكثر ما أزعجني أنه كان أول مقال كتبه وكان كتبه بالفرنسية ومعرفتش لاقيه يعني أنا حتى في جزء في المقدمة وكنت متكلم على الحتة دي فهذا المقال ما لقيتوش مش حوقف الكتاب عشان مقال واحد فنشرت 106 مقال اللي هي مغطية من 38 ل67 ف إي أهم المواضيع يعفون أنني بيكلم فيها المقالات دي يعني أهم المواضيع بتطرق ليها شوف هي خدت الفترة فمن سنة 38 كانت إرهاصات الحرب العالمية التانية ثم ما بعدها كانت أثناء الحرب العالمية التانية فدي كان مغطيها الأفكار الفلسفية التي كانت تحكم جزء كبير أو جزء مهم من العملية دي كانت الفاشية والنازية فشرح المذهبين اتكلم على بعض الجوانب الاقتصادية اللي بتحكم الحالة العالمية في هذا الوقت بعد كده دخلنا على مرحلة ما بعد الثورة هو ما قبلها ما قبلها تقرأ كتاباته إرهاصات بثورة وهذا الرجل وهو في سنة 22 كتب نيتشي ونيتشي هو فيلسوف القوة ولذا كان سعيدا جدا جدا ومؤيدا جدا لـ 52 في 52 هو عمل كهو كان في باريس وقت 23 يوليو وكان دايما بيقضي الصفة ناكو بيرجع فرجع فرجع يعني سبتمبر فبدأ يكتب مؤيدا للثورة وكان مؤيد جدا للثورة وبعد كده انقلب على الثورة لما لقاها انقلبت على الحرية يعني ده كان سبب تحوله يعني في البعض أرجعها إلى أنه لأنه من أسر إقطاعية فحتى أنا في الكتاب في المقدمة ذكرت أنه كل مقالاته المؤيدة للثورة كان بعد 9 سبتمبر اللي هو عيد الفلاحة اللي هو يوم الإصلاح الزراعي فيعني اتهام باطل تماما وفكره لا 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 يعني ما بيبرديش لطبقيته ولا البجرهم بتاعهم لا هو بقول أنه كان مؤيد للثورة بعد قانون إصلاح الزراعي يعني ما ندعى أنه كان من أجل هذا ده بالضبط المقالات بتقوله بعد كده له بعض المقالات المتفرقة منها مقالة مثلا هي عبارة عن بحس في كتاب مهم قوي على علاقات المصرية السويسرية هو كان متشار ثقافي في سويسرا فعمل هذا البحس في هذا الوقت يعني بعد كده يعني هو يمكن من أهم المواضيع التي كلمت عنها وتترك لها موضوع الدستور وفكرة وضع الدستور ومن يضع الدستور كلمنا أكتر فندم عن هذا الموضوع لأنه كان ليه وجهة نظر مختلفة على اللي حيحصل في مصر حاليا شوف مقالة الدستور دي أنا من المقالات اللي باعتبارها لأي حد النهاردة لازم أرها وكأنها مكتوبة للنهاردة طبعا فيما عادة جزء واحد هو بيكلم عن إن احنا لو اخترنا يعني نستفتي الناس فهل نختار النظام الملكي ولا الجمهوري وكان متأكدا من أنه غالبية صاحقة هتختار النظام الجمهوري فدي مش قضيتنا النهاردة إنما فيما عادة كده من مقالة من الأول حرف الآخر حرف بتتكلم عن النهاردة المقالة جايبة سيرة أنه يجب اختيار لجنة الدستور من الجميع كل فئات الشعب ليس البرلمان يعني حتى لم يأتي على ذكر البرلمان وهذا لا ينبغي لأن الدستور عبارة عن توافق أمة مش سياسيين فيها كل حاجة خلي بالك من نقطة احنا بعد سقوط النظام السابق احنا بنتكلم في حاجتين الدستور كان من 200 مادة احنا بنهضر بنتكلم في مادةين المادة التانية والمادة 76 ويمكن 77 لا يمكن أن أنا ألغي الدستور كله وامسك في ثلاثة وقت واقلصه في حاجة يعني وبحالة جنون يعني احنا مش بنتناقش احنا بنصرخ بنتخانق بالظبط جدا ويريتنا منتخانق حتى انخانق حيوصل واحد يكسب انما لا احنا بنصرخ يعني في المطلق بالعقل الحاجة التانية او اللي قابليها اكتشل هو في المقال كتبها بيتكلم على ما يوازي بس بطريقة افضل بكتير قوي المواد الحكمة قال انه الصورة حينما تقوم يجب ان تضع طريقها ولو جينا بصينا لهذا ان نتوافق على طريق هذه الامة اللي منها نعرف احنا ماشيين صح ولا غلط انتش عارف طريقك ايه احنا تايهين بجد وكلنا في حالة تدحك وبعدين اتكلم عن حاجة حتشوفها كتير وبنتشوفها كتير اكيد انه انتقد من يتكلمون عن انه نعمل لجنة من فقهاء القانون ورفضها بشكل بايد لان لان ده مرفوض انهم يلمسوها بالزبط رجال القانون يستطيعوا ان يصيغوا الافكار وكمستشارين وليس كمهيمنين لان الافكار هي افكار امة ولا يصح ان نجعل اساطين القانون الذي شرحوا القانون الساقط ان يكونوا المتسيدين على صناعة الدستور الجديد هو يمكن في ذكر هذا السياق برضو بيقول ان الدستور يجب ان يضعوا مواده لجنة منتخبة من هيئات ونقابات وتواقف مختلفة وهو بيرجح هذا على اسنة هو ده افضل من النظام الحالي اللي احنا مقترح يعني ان هو يتحط من مجلس الشعر مفروض السل اللي اقترحوا لجنة قانونية فحطته بفهم غير حقيقي لكلمة الدستور الدستور هو عقد امة يجب ويجب ألا يكون موضوع بلجنة اللجنة تطرحه للحوار المجتمعي انت يجب ان تكون كل كلمة في الدستور في نسيجك لكي تقاتل من اجله الدستور بتاع 91 مش وحش هو فيه عيوب لكن ما كانش بشع يعني انما هذا الدستور احنا اهضرناه لاننا لم ندفع حتى عن هذا الدستور يعني حاجات كتيرة قوي حقوقنا الدستورية في 71 اللي هي كانت حاجة وستين في المية منها سلطات في ايد رئيس الجمهورية احنا ادينا له المية في المية يعني حتى مش الحاجة وستين هو احنا اديناها له ولا هي حصبت شوف حاولك حاجة انا دايما عندي كلمة بحب اقولها هناك ديمقراطية ايجابية وهناك ديمقراطية سلبية يوم ما تروحش تدي صوتك يوم ما تقبل حاجة تتعمل غصب عنك اسمها ديمقراطية سلبية انت من ترك احنا يوم ما نزلنا الشارع احنا الرجل سقط في اربعة ايام انا رأيي ان مبارك انتهى يوم 28 يناير ما بعدها كانت مطوحة فرغة احنا عدنا كلنا في البيت خايفين ننزل يوم ما نزلنا اسقطنا فمن يقول انني اضطررت جاب لنفسه اللي احنا فيه والتفسخ والانهيار الكامل اللي موجود في كل حاجة